موسيقى شباب خدوا على السيارة بما يزل عنكم بلدي أكيب تركوني خليك محولة بما أرجعه موسيقى 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 استاذ ممكن ناخد منك سؤال أهلا وسهلا فيكم شرفتونا باعتقد أن الوقت غير مناسب لأي لقاء شكراً أمك أول شي فكرتك سبقه وإشاعه لحتى أجيته شفت بعيني أنت شو هم تعمل غمار أم تتزوج أمار أزوم سيارة أنت كيف هيك تعمل خمساتين ما هم بقدر ستق اللي هم تعملوا كل شي توقعت تعملوا إلا أنك تتزوج لك شو ميشاني أنا شو ميشاني آه غمار غمار راح راح اسمح كل شي بيبتك يا بس ما تعلي صوتك سما كيف بتيجي لعون بلا ما تخبريني ولا تريد على أتصالاتي أول شي عيدا جاي تكلعون وبالوقت ما لبريئة أبدا ها لكن عملتك يا البريئة وكنت رح تجنلني غمار شو بدك يعني أعمل إذا سمعت إنك عم تتزوج وحض بمطرحي وما أعمل شي ولا بدك يعني يجي ينصلك ششش ما فيني أحكي ما يحكي لأي شي لازم أدخل لجوه أنت ما بتحبه أنت ما بتحبه أنت ما بتحبه وإما راح خليك تعمل هاي لعملين أنا بعرفك مني هلا بدك تقناني إنو كل شي صار بينك وبينها هلكم شهر اسمه حب ولي باني وبينك كل هالسنين شو اسمه لك شو اسمه ليكي هلا ما أخرج أحكي ما أحكي أي شي راح خلي الشباب يحرزون لك بقوتير بتعملي حالك وتروح بتاعديني كم تفهمي لا ما راح روح خمار خمار أنا بحبك أنا بحبك أنا ما متخيالك تنام اليوم شنبعد غيري أنا بحبك بحبك واه وأنا شو مشاني شو مشاني أنا اللي ضليت سنين مستنيكي وإنتي نايم هجم جوزك شو أنا خلاص كل شي بيني وبينك من وقت ما كنت بالشام قبل ما يجي لهون وأنتي اللي اخترتي عد الشي أنتي اللي قررتي تبقي مع زوجك وأولادك وأنا رويت وفا طلعي من حياتي بعتخر بيها علي بتفهمي بعرف بعرف معك أنا غلطت غلطت وجاه يصلي خلطي أنا رح أترك كل شي رح أترك بيتي أولادي رح أطلب الطلاة و رح أطل معك بترجاك لا تتزواج بترجاك شمعيني نيح تروحي اللي أبتعلي من القتيل شمع 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 هذا لا تلعبين معي أنت بتعرفي مني يحملنا بتروحي بتعدي بالمتيل وأنا بوعدك بس أصير أنت بوعدة بحاكي بحاكي تفهمني؟ ها أيضا هم تفهمي؟ عمر عم يا بك خليكم مع المدام ودوا على القتيل مسؤوليتك أيام كي؟ خاطر شوف خاطرنا الشب شكرا 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 أعلو ما بفهم كيف مرة بتحب زلمي عن جد بتقبل تتركه وتمرق له هالليلي عخير يا مار كتير صبر علي أنا يلي ما قدرت تكون معه ظروفي ما سمحت لي يا اللي بعرفه أنه ما في ظروف بتقدر توقف قدام حب كبير وحقيقي إذا كان عن جد مش تقطيع وقت حبلها كان أكتر من حقيقي إذا حبيك من قبل عن جد بيرجع قلب ويلين بس أنت ما بديك تستسلمي بسرعة بديك تكوني زكية وتستعملي قنوستك أنا ستمتلك وحاسي باللي أنت حاسي فيه مشين هيك بدي ساعدك أثنين حبيبي تشيرز ساحن تشيرز حسن تشيرز جميعاً حسن حبيبي وينك؟ تصورنا بيس؟ تفضلوا سوايا، تفضلوا خلونا نأخذ طريقة السواق يلا، أكيد تطولوا تاعة عسر، سعدي أوكي تاعة، بدأ نضبط الفيسطة، نفين جار موسيعة، أخذوا الفيسطة يلا؟ يلا يلا موسيقى والأهم من هيدا كله، كيف كان الدكتور بيانر غانام عم تتعامل مع الناس اللي تجمعوا من كل مكان بالمنطقة بصورة عفوية وبسيطة لحتى هالنوع بعرسة من كل قلبنا منقول للعرسين، قلب مبروك الفيسطان كان من توقيع مصلم الأذياء اللبناني العالمي زهير امراض بس هيدا ما بيمنع نقول إنه القالب هو الغالب وعن جد عن جد، هيدا طلتا من أجمال طلت عروس سيدنانية هالسنة ما حدا ممكن أن تتعامل يعني حلم كل صبية تكون ليلة العمر بهيدا الشمس شجعتني باعتذر مدها مش بعصد عرس الأحلام وأقصص الحب والحيين تنفذ على أرض الواقع علاقة الحب كبيري جمعت بين الدكتور بيان نزم الدين وغيمار الغانم اتكللت بعرس أقل ما يقال عنه عرس الموضع ماذا يا سيد سيدنان؟ نعم، أبني شيء كيف شارك؟ كل عم يحكي عن جمال الدكتور بيان عن سياكتها، نعمتها وأنوكتها عن أطلالتها رائعة وغزة اللي كان عم بشاع فرح وحب وسعادة عائلة الغانم التي لا تلقث أن تغيب عن وسائل الإعلام حتى تعود إليها بحدث جديد وظهرت عروس غمار الغانم في طلق المميزة خطفت قلوب اللبنانيين بجمالها وحسن تعاملها في هذه الليلة مع جميع الحاضرين والله عارف يختار غانم لابنه ويلعبه صحيح يعني بكرة كان صورة من هودة وكان صورة إله ودكتور أولادهم مش بس رح يعطيه مركز بالحزب يقعد فيه على رأسنا لا، بكرة رح يعطيه كرسة بمجلس النيابة كان مرشح عنا يعني ما بحياتنا حيطلعنا شي يا جياد يعني ما عم يحسبه لابنه خطوة بخطوة مش رح يحلم فيه يا ابن الغانم حالي مقلس وموضوات الامنية يا ألف أهلا وسهلا، يا ألف أهلا وسهلا، كل الأيام كن عسل يا رب اشتقناه لك عمو مبروك عروستنا، مرسي، الله يبيدك فيك نورتي بيتك ألف مبروك، الله يبارك فيك يا بيك، شون، إن شاء الله انبسطتوا بشهر العسل؟ آي، كتير حلو، انبسطنا كتير، أنت طمني كيف صحتك؟ الحمد لله، يعني ماشي عن رشادتة وعن نصايح مية بمية رشادتة؟ إن شاء الله ما تكون عم بتدخن علي بلك زب نص نص طيب حبيبي أنا رح أسبقك فوت إرتاح، بالإذن فضل يا حبيبي، أسباع الخير أسباع الخير رنوار بيك، هاي قطعنا أول الطريق من الأيام اللي جاية رح تلتق لك رمالك كرمال يا بيك، ولا كرمال اسم عيلة الغانم يبقى وما يموت؟ أنت حامل اسم الغانم، ورح تبقى حامله أحب بس عليكم، مسال خير وأهلا وسهلا فيكم أول شي، منتشرف ومنرحب بوجود مدام سوزان الغانم بينياتنا ويلي ولا سنة أثرت بعطاءاتها لجمعية سرطان السدي ويلي بتساهم كل سنة بعلاج أكثر من خمسين إمرأة منهم نقدرين يتعلاجوا كمان بتساهم بحملة التوعية التي هي كثير مهمة لتوعية النساء والبنات عن الفحص الممكن شكراً للمشاهدة وهلأ قبل ما نفتتح العشرة التكريمة، منحب أن نكرر مدام سوزان تفضلي مدام سوزان عربون شكر وتقدير لحضرتك سنة، سنة بنت صغيري عم توجه مرضها بكل قوة، منشجعها شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة مساء الخير أنا كثير سعيدة بوجودة بيناتكن نحن بيت الغانم ملتزمين دايماً بقضايا مجتمعنا ومنكون كثير سعيدين إنو نكافح ونساهم بمكافحة سرطان الثدي يلي هو من أكثر الأمراض يلي عم بيهددو نسائنا بلبنان مادام سوزان بقسمي وبقسم عداء الجمعية حبي نقدملك هاللوحة لنبيرك للأستاذ غيمارو زوجته بيان ألف ألف مبروك من زواجة اسم العيلي مجد العيلي مطيخ العيلي العيلي يلي حملتها على كتافي وزن زايد طول عمري وكانت عم تغرقني أكتر وأكتر العيلي يلي حملوني اسمها وأنا منفي عنو نبعيد مدري وين مطيخ العيلي مطيخ العيلي مطيخ العيلي مطيخ العيلي مطيخ العيلي ديك عجبتك القودة المترجمات يا عظيم نطيخ العيلي خاي، بدك نفضل شنط بالقوط التياب؟ بكرة الصبح، أحسن سبحان خالق، ما ضل ولا جريدة ولا التليبيزيون ما حكت عن جمالك وطلتك بالعرز كلك سوء كان حاس كتير حلو، ما ضل حدا ما حكي عنه آه، صح، بسطنا كتير قوضة كبيرة إذا بتحب نغير شي بالقوضة؟ لا، أبدا بالعكس، كل شي منيح بس، حسيتك هيك منك مرتاحة؟ لا لا، ما بني شي، بس مستغربة عادة نفوت على القصر كحكيمة يعني زيارة وبفل هالمرة رح فوت تعيش فيه كفرد من العيلة أكيد إحساس طبيعي بمحله هلأ حضرتك سرتي من عيلة الغانم والحياة الجديدة فات عليها بس ما تعتليها، بكرة في التعودي صح صح، مضبوط، وحلو جو العيلة كمان أكيد الله يهنيكم مرسي إذا عزتي شي تاني ستناعيتي لأنا عطول بالقصر مرسي سوحيلة، يعطيكم العافية بتريدي شي تاني؟ لا، أفدا أنت صبعي على خير أما أنت من أهله عيدة، إن شاء الله بفكرة إذا غيرتي الرقم بديك تجي بريني إن يرد عليكي، اسمعيني وفهمي منيح، أنا عم رد عليكي هلأ لحتى إليك بيكفي ما عم بقدر أتخيالي اللي صار، ما عم بقدر استوعب، نار، نار جعلة بقلبي، انت جنبي، ما عم بقدر أشوفك ولا أوصل لك؟ أنا عم قلك اللي بيننا خلص، انتهى اللي بيننا مستحيل انتوا، بتحب ذكرك بالحب اللي بيننا؟ بتحب ذكرك بكل الرسائل اللي بعدتلي ياها؟ بكل الكلام اللي قلتلي ياها؟ هذا الكلام نقال بوقته، أنا هلأ حدا تاني بظروف تانية صورة جديدة للغمار، صورة جديدة بالدمرة جديدة، دكتورة، وعسابية، صورة تقدر تطلع في أقدام ألمك، بلدك، ولا عيدة ما قد تمفعك؟ عيدة لا تقدي تعملي دراما، انت بتعرفي شو صار بوقت اللي أجيت سامحني غمار، انت بتعرفي اني ما كنت قدراني أخد قرار، انت بتعرف قديش كنت خايفي على ولادي أوكي، أوكي، حقك، خليكي مع أولادك وتركيني بحياتي لا، أنا بتراجع عن كل شي إلته، بس خليك معي، رجع لي، رجع لي غمار بعرف إنه هذا الحكيم ما بتحبي تسمعي، بس أنا بحب بيانك انت مستحيل تكون بتحبه، مستحيل، هذا وهم، انت بتحبني إلي، بتحبني إلي عيدة، احملي حالك ورجعي عالشام، لا بقدقي لي لأنه انت ما عدت تعني لي أبداً هادي اللوحة كبه، ما بطيعة نايمة؟ مرسي تعرفي شو؟ شو؟ آه، كأنه كأنه بالبالك شعال قصير؟ لا، ما بحس بيانبقلي أبداً لا، بالبالك بكرة بس تقصي، تتعودي عليه، مثل ما بدك تتعودي على كثير شغلات بهالأثر لا، خلاص، ليه بدي أتعودي عش إيمة بيانبقلي، ما بدي، بحب الشعر الطويل مثل الأميرات اللي بيختاروا هالحياة، بقدموا كثير تنازلات شو باقي غمار، أي أميرات، ليش هيك عم تحكي؟ في ترتيبات كثير بهذا البيت لازم تتعودي عليها على فكرة يعني أحيان راح بتحسي حالك عايشة بجنة، وأحيان راح بتحسي حالك مسجونة شو؟ خلاص، لا بدي موفق اي، عفكرة أنا أخذت معي وقت كمان شوي لحد تقدر تتعودي على هذا الشي يعني مثلا مواعيد أكله، مواعيد طلعه، وهذا الشخص ما فيك تحكي معه، وهذا الشخص فيك تحكي معه، ولهن لا تروح، ولهن لا تجي، يعني شغلة بتعرفي عندهم أزمة بهاي ليلة، عندهم أزمة اسم، وعندهم أزمة يعني اسمها أزمة سمعة ليلة ايه، عم بتسأل عليها لإخر الليل خلاص بقى غيمار بيان؟ يي؟ ما عم بتسأل عليك أبداً شو بيك؟ خلاص، خلص شهر العصر؟ لا، ما أخذ شهر العصر شو صار لك؟ لسا ما شفنش يا فكرة من شهر العصر، تعالي إليك شوي أحلى واحدة صباح الخير موجور صباح خير ولو شو زان مطرة العرسات بعتذر، الكوفار أخرني مبروك عروستنا، إن شاء الله بيكون وجيك خير علينا مرسي مبروك غيمار الله يبارك فيك شكراً أعطول من التقى أنا وأنت على السريع، بس إن شاء الله بالأيام الجاية متعرف على بعض أكتر ونصير أصحاب أكتر أنا كتير بيساعدني إن يكون صديقة لإليك، دكتورة زكية، قدرت تحتل قلب من قلوب عيلة الغانب أنا أكيد إنه راح تكونوا كتير صحاب، دكتورة بيان لازم تبلشي تطلع وتشاركي مع سوزان بالنشاطات اللي بتنظمها العيلة، هيك بتتعرفي أكتر على المنطقة أو على أهل المنطقة أكيد ليش لا بيساعدني هالشي؟ ما تعتلها مغاني، أنا راح علمها شوي شوي كل شي لازم تعرفه وأكيد هي زكية، دغري راح تصير تعرف ببروتوكول حياتنا شو المسموح، شو الممنوع خلص أنت صرتي مسؤوليتي، ما اسمك إلا مننا وفينا مرسي، كليك ذوق حبيبتي ما أكلتي، صبر لك شي؟ ما نجواني، حيتبشع بيكل بعدين أكتب طيبين بعدين بيكل عرستنا، نحنا بعيلة الغانم، عنا معيد أكل سابتي أهم شي لعائلة ما قلتلك لعائلة أهم شي؟ جاربي هاي، جاربي هاي بيسم طيبة جار، ترتبت لي الأمور كلها فوق؟ كل شي جاهز، ما تعكلها ببدا جاربي هاي، ما شاء الله، ما شاء الله، كثير حلوة، بتجني، تتهنى عايش بتاك؟ طيّر العال هاي هدية أرس بيان هلو تتنّى أنت والدكتورة بيان أكيد راح تحبّها الله يخليك دعا خليني فرجيك يا أبن جوا وبدي إيلاك على شغلين كيف كان نقوسه هايلا؟ من الله مناح نشكر الله الحمد لله مع كل شيء لا أعطيك الله يعافي الله يقويكن يا أبني جاد بالمناسبة بدي إياك تقسم موقتك بيني وبين بيان على الفترة بدي إياك تكون مسؤولة على الحراسة الشخصية ريمار ما تورطني أنا أجيت لأولا حتى أكون معاك ولكن الجماعة ما بعرف حدا منه أنا وبيان واحد بسمع لأقلك أنت بيالفترة عمل دراسة موسى على الشباب اللي معك لحتى تلاقي شخص مناسب وثيقة يبقى معه طيب ما عليش تحكي معا للمدان تسأله عن رأيها بل كي كانت بتبدايا من وجود انت بتعرف أنا كيف بيشتغل ما رفع ما أنا عليك بيان لسه ما لم عودي على أي العجل اللي حواليها مرافقة وما مرافقة بس بعد فترة خلاص هتتعواد وحتنسى أنك موجود إن شاء الله خير غمار غمار أرجوك تعفيني من هالمهمة هاي مهمة؟ غني كوم مع المدان معني مرتاحة بدا خلاص جهاد شو بتدول بيك؟ أي يا بيك مبروك عريس منصبك بالحزب صار جاهز لتستلمه الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا خيّاك صار عضو العزب خلينا ننزل ع بيروت أبي شعرت خلينا شكرا 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 مرصد المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة استثنائياً تركوا لي نقاش ملفاتنا اليوم وخلينا نحكي بالأهم بدنا نكمل فرحتنا بعريسنا وبدنا نعينه نائب رئيس الهائة التنفيذية بالحزب بس يا بيك هاي دي المنصب لزياد جمعة نصدر قرار نعفي زياد جمعة من مهامه الحزبية بهيد الصفة وعا كل حال زياد فيه إله عندي ترتيب تاني واحدين بخبركن عنه زيادة طمن ما راح تكون إلا مبسوط وعلى كل هيدا التصويت راح يكون بيناتنا لبين ما يصير موعد المؤتمر خلينا نصوت على الاقتراح اشتركوا في القناة مبروك المنصب الجديد يا بيك الله يبارك فيك يا بيك اسمحوا لي تشكركم على التصويت إن شاء الله بكون أدعي المسئولية شكرا الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيك شكرا 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 للجميع شكرا شكرا вид شكرا uni شكرا 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 بالأسف مادام بيان في مادام من قبل عائلة الساز غيمار هي برا على البيب تحبين استقبلها؟ مين؟ من قبل عائلة الساز غيمار ايه ما قلت لك شب تقربه؟ لا ستنا بفتنا التفاصيل ايه اكيد خليها تتفضل ايه ما قلت لك؟ صباح الخير اعلى موجود بيان زرشت لغيمار بعتذر أجي دوما أخذ موعد بس أجيت على بيروت فجأة وراجع فوراً عالشام قلت لحالي ماما أقول كون ببيروت و أجي بارك للأرسام مرسي الله يبارك فيك تفضلي بليز إن شاء الله غير مرة مستعجلة شوي سوري بس ما عرفتش أسم حاضرتك عيدة عيدة الخولي اشتركوا في القناة